السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية كشف الدكتور ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لديار المحرق عن قرب أرساء المناقصات لأعمال البنية التحتية لمشروع مراسي البحرين الكائن على الساحل الشرقي لديار المحرق وأكد الشاعر للنشرة الاقتصادية خلال مشاركته بمعرض الخليجي للعقار أن مشروع مراسي البحرين يعاد أهم أكبر وأهم المشاريع المرموقة التي ستقام في البحرين نظرا لقيمته المضافة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني ولكونه نموذج يجسد الرفاهية المطلقة من حيث المعايير والخدمات التي ستتوفر على أعلى المستويات كما أكد الشاعر استمرار ديار المحرق وبالتعاون مع وزارة الإسكان في توفير المزيد من الوحدات السكنية المنضوية تحت مظلة برنامج السكن الاجتماعية مراسي البحرين كمرحلة أولى كمشروع أعتقد أنه أكبر مشروع الحديد العام في البحرين إن شاء الله في خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الجاية بيكون إرساء المناقصة لأعمال البنية التحتية وأعمال الأساسات للمجمع والفندقين والسكن المراسي بالإضافة إلى تكملة الشواطئ وأعمال التزيين الشوارع أكد مدير إدارة تسويق وترويج المعارض والمؤتمرات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض فوزي تلفت للنشرة الاقتصادية الدور المحوري لصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم ونمو الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع هوية البحرين السياحية الجديدة في الحقيقة صناعة المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني والبحرين تتميز بمعارض كبيرة مثل معرض الجواهر العربية ومثل هالمعرض ثلاث معارض متخصصين في نفس الوقت لهم تأثير مباشر وغير مباشر البحرين تزخر بهذه المعارض التي تنمي الاقتصاد الوطني فخصوصاً إذا وجود قيادات مثل سمو رئيس الوزراء في حضورها في رعايتها يأثر تأثير مباشر في دعم الشركات البحرينية بلغت كمية الأسهم المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع سبعة ملايين ومائتين وثلاثة عشر ألفاً ومائة وستة وعشرين سهماً بقيمة إجمالية قدها مليون وثلاثمائة واثنين وستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسين ديناراً بحرينياً نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائة وثلاثة وخمسين صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم اثنين وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار اقتلها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني زين البحرين ترجمة نانسي قنقر